السؤال 66 بيتكلم عن الدكلوفينك صاديم زي ما عرفنا او الفكرة في مسألة الانتي انفلامتري دراج ان هي بتكون استيرويد او نانستيرويد وطبعا كل جروب قولي الحاجات بتاعته والتفاصيل بتاعته موضوع بسيط يعني بتعرف بس نانسيلكتف سيلكتف الدراج والإجزامبل والمكانيزم هنا ادينا واحد من عائلة الانتي انفلاماتري قالنا ان هو الدكلوفينك صاديم ودكلوفينك صاديم زي ما احنا عرفين انه من هنا تبع عائلة النانستوريدال التي هي بتكون نانسيلكتف ولا سيلكتف بيكون نانسيلكتف فالدكلوفينك صاديم الإبيبروفين والاسبرين والإندوميثاسين كلهم تبع العائلة ديت والعيادات الفكرة فيها انها بتعمل Cycle Oxygenase 1 and 2 Inhibition فبيوقفوا الكوكس واحد وبيوقفوا الكوكس اثنين ولما بيوقفوا الكوكس واحد واثنين ما بنعرفش نكون البروستا جلاندين فبالتالي بيمنعوا الانفلمation ان البروستا جلاندين هي اللي بتعمل الانفلمation فهو هنا ذكر قال Al-Prescribe Deglofenic Sodium علشان البيشن ده كان عنده arthritis كان عنده انفلمation في الجويند دوات اللي هو التمبرو بيسألك بيسألك ايه الميكانيزم بتاعت Deglofenic Sodium بتقول الله الحوارات دي كلها بعيدة خالص احنا مع Cycle Oxygenase 2 Cycle Oxygenase 2 واحد واثنين بس او هنا حطيلك Cycle Oxygenase في اختيار الوحيد فأكيد هتختارها السؤال اللي بعده بتكلم على Dicebam Dicebam عرفنا مسألة جابة ان في شوية ادوية او شوية اقلاصات بتشتغل على جابة وبتاكتف جابة وجابة اساسا هي الانهيباتور ريسبتور في السي ان اس فانو انت اكتفت جابة هتعمل انهيبشن في السي ان اس فنفس تفعيل نفس تأثير الخمور ان هي بتهدي او بتخدر فالبنزودايزبين البنزودايزبين بيهدي ده كلاس من ضمن الاقلاصات اللي بيشتغل على جابة وايه الاجزامبل بتاع الكلاس دوات الديزبام فالديزبام من ضمن الانهيباتور اللي هي البنزودايزبين اللي بتاكتف جابة بنستخدمه مع احد عنده انكزايتي توتر فير خوف انسومنيا ارق فالديزبام هيخليك تضاي تموت او بيهديك يعني والريسبتور زي ما احنا من اسمه هو اسمه دايزبام دايزبين وبطرطب بعضها فالديزبين ده بيكون جزء من الجابة كومبليكس بنزودايزبين الريسبتور بيكون موجود في جابة ولما بيتاكتف بيأكتف جابة وانا قد لك الاستخدام بتاع وقال لك الراجل ده كان عنده سايكولوجيكال ترومة يعني كان عنده اصابة نفسية او كده وبعد كده انكزايتي توتر وفير وخوف والحاجات دي كلها وقال لك ان احنا what a drug that is benzodiazepine كمان حتى قال لك الديازبين هنا وانت هتختار بس الديازب ايام تحت تمام الbarbiturates نفس الفكرة تقرأهم برضو الbarbiturates من ضمن الحاجات لكن الbarbiturates طبعا بيهدي جامد جدا من درجة انه ممكن يقتل وممكن يسبب كومة ماشي؟ وحاجة تانية بيهدي عن جابة خالص حتت بس الanti epileptic drug من ضمنهم الصاديم في الbarbiturates بيستخدم في الكوك طيب طبعا حتت الاثيروسكدروسيز او ما انت بتشوف كلمة اثيروسكدروسيز او تصلب في الشرائين هنا قال لك انه شريان في السريبرا كمان في الدماغ والكارديك في القلب فالراجد ده عنده تصلب في الشرائين فاول ما بتشوف كلمة اثيروسكدروسيز انت عطوه بتفكر في كلمة تانية اسمعها كولسترول فالكولسترول هو اللي بييه هو من ضمن الحاجات اللي بتعمل التصلب في الشرائين وبيسألك ان كان الراجد ده عنده السريبرا اثيروسكدروسيز اجزامينيشن ديتكتد هايبر لبيديميا بيسألك طبعا بتختار ال LDL مع ذرة انا نعملها زي ما احنا علفنا في مسألة الهايبر لبيديميا ان ال LDL لو زادت بتكون من ضمن اسباب زيopher لبيديميا وايه هي ال LDL وايه هي زيادة ال LDL والله زيادة ال LDL مباشرة بتقول ان هي بتكون بتكون قولسترول ان هي بتكون زيادة كولسترول فكولسترول بتساوي اثيروسكيلروسيز بتساوي LDL تمام طبعا بيجيب لك سؤال احيانا بيقول لك والله السؤال راجد ده كان عنده كولسترول لعند زايد في الدم او بيقولها لك مباشرة ان قولك عنده LDL زايد في الدم بيسألك إيه هو نوع الهايبر لبيديميا بتقول الله تختار كده في الإجابة هيبر لبيديميا طيب 2A معاشي طيب 2A نعم فلما بتلاقي الLDL زايدة طيب 2A الكولسترول زايد طيب 2A الكولسترول لو قالك ما حت الكيلو مايكرون قالك في السؤال كيلو مايكرون زايد طيب 1 هيبر لبيديميا معاشي فهنا طبعا LDL ناخد سكرين عشان نعدلها الجزء الثاني هنا مسألت الHDL HDL دا اللي انت بتحبه دا الHDL دا بنسميه جود كولسترول فالHDL دا بيعد كده في الدم ويمسك الكولسترول ياخدهم الدم بياخدهم الدم فزياد الHDL من حاجات النافعة اللي اساسا بتعالج بيها الهايبر لبيديميا تمام فيه احنا الناس بتقول دايت وكده لما يقول لك جود كولسترول وباد كولسترول فالجود كولسترول اللي هو الHDL ولو جاب لك سؤال ان ايه هو الجود كولسترول او جاب لك سؤال ازاي نعالج الهايبر لبيديميا من ضمن الحاجات طبعا الHDL فده حاجة مفيدة جدا الكايرو مايكرونز الكايرو مايكرونز اللي هو ادوات دا بياخد من الانتستاين ويودي على الليفر ماشي والالفا لايبو بروتين دا من ضمن البروتينات اللي ايه بتستخدم في الكارير الكارير بروتين ماشي اه طيب اه بنيجي في فكرة هنا في السؤال هو السؤال دا من ضمن السؤالة يعني اه في نسبة عظم وضوحي شوية ففي نسبة تقريب فيها اه لكن هو قال لك افتر الربشن افتر الربشن يعني مباشرة يعني قال لك مباشرة فعشان الحتة ديت اه بنكون مع اللي بري دينتن لان احنا في البدايات خلاص فبنكون مع اللي بري دينتن اه على حسب السيرش اللي انا عملته يعني لقيت ان هي في البدايات خلاص دا لو سألك ايه هو نوع الدينتن اللي حصل في المشكلة طيب هنا قال لك اني افتر الربشن the permanent teeth their dentin was involved into pathological process افتر الربشن على طول بعد الظهور وغشرت فما استمنا تبدأ تسان ننكد فبيقول لك اني حصل pathological process بقول لك in the affected area the following can be detected قال لك ايه اللي بقى لعنا الباثولوجيا اللي موجودة بقول لك uneven mineralization absence or destroyed dentin كل الحاجات بقى بتاعت الدينتن دينتن 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 absent او destroyed وما فيش mineralization وكان فيش موجودة فكانتش مشكلة في الدينتن خلاص لو قال لك ايه هي اللي حصلت او اتكسرت كان ممكن نختار كان ممكن نختار دي من يعني احنا ما فيش من الحصل زي ما هو قال لكن هو قال لك what is the dentin called تمام وفي حتة الافتر الربشن دي قد تكون طبعا مفيدة في اختيار العجابة في شوية اسئلة هنا متعلقة بالdentogenesis او بناء الدنتن الطبيعي يعني في مسألة الdevelopment الطبيعي وعرفناها ان المنتل دنتن بيكون ايه نوع ده نوع الدنتن اللي موجود وده نوع الفايبر اللي موجود في المنتل ده نوع الدنتن اللي موجود وده نوع الفايبر اللي موجود في البرميلي secondary و tertiary لم يارد عليهم اسئلة تمام لكن التريشة دي جاء تقريبا بتلميحة يعني انه بيكون في البريفري وقال لك مرة ان احنا كسرنا البريفري او حطينا شوية identical في البريفري of the root فبتقول الhealing او الregionalation هيتأثر في الحالة دي خلاص وهتلاقيها الفكرة الحتة دي هتلاقيها موجودة في ال collection ال regeneration ال regeneration هتلاقيها موجودة مرت معنا مرت معنا مرت معنا مرت معنا مرت معنا مرت معنا طيب او فخلاص زي ما قلنا ان الابن بيكون بار صح و او او بربن بربندكيلر بربندكيلر بيكون ايه الابن بيكون اسمه تان صح و او او المنتل بيوكروف خلاص المنتل بيوكروف ام فده بالنسبة لشوية اسئلة وردت في النورمال يعني بتاع dent وجينيسز ام طيب نيجي هنا بس سؤال بسيط ايه هي النورمال هارت رايت للانسان يعني ايه هو نورمال هارت رايت كم نبضة في الدقيقة المفهوض لانسان القلب الطبيعي بنبض كالنبضة الدقيقة فهو مفهوض من 60 لمية او يعني من 60 لمية فبتعرف هو حطيك هنا داخل النورمال من 60 ل 80 هتلاقي هنا فوق المية وهنا فوق وهنا تحت فانت مع النورمال رايت اللي هو في هارت رايت بيكون 60 لمية بيت بر من من 60 لمية بيت تمام طيب حط ميوهم برضو بالمرة يمكن يسأل عليها بما انه برضي يدخل في في اسمها ايه الصايمز فهنا كل النورمال رنجز اللي مروا معنا مسألة النورمال رنجز دي معروفة دي مش مهمة دي طبعا برضو مجاش عليها اسئلة بس ضفها دي مهمة اللي فلورين طبعا ورد السؤال بتاعه دوت ورد السؤال بتاعه ده بالنسبة للنورمال الكالسين فوسفيت لكن هو في الاسئلة بيسأل على الباثولوجي فبطب بسعتها مش فوق الواحد بقى سعتها تكون تحت الواحد الفوسفوريز وده سؤال وحيد ويه بتعرف بييجي ساعتها في السؤال انه كان 1000 تقريبا فالنورمال 1500 قال لحاجة فبتقوله زود الفوسفور وهكذا بالنسبة للإشوائة النورمال رينجز طبعا ده عد معنا المرة اللي فاتت لما كنا جايبين في سيرة الليفلورين وانا الليفلورين احيانا بيكون جود احيانا بيكون باد زي ما عرفنا المرة الليفل والنورمال رينجي بتاعه اخرك واحد ونص يعني ما زدش عن واحد ونص في اللتر سمام طيب الطفلة ما بيتولد بيكون فيه هنا شوية حاجات كده بين السكالز يعني السكالز موجودة ملحومة جامدة مرة واحدة كده لابدت تلاقي فيه شوية مسافات بينية علشان يعني في عدي طبعا من الرحم من الام أثناء الولادة فبتكون السكالز ساعتها فليكسبل بعد كده بتبدأ انها تلحم ماشي فالفرونتانيلز شايفين المسافات دي بنسميها الفرونتانيلز الفرونتانيلز بتبدأ تلحم البستيريا الفرونتانيلز هي بتبقى في البدايات خالص فانت الرأس بتبدأ تلحم من تحت من وراء لقدام تبدأ ماشية من وراء لقدام المهم ان هي عسانة بتخلص ماشي فأول حاجة بتبقى أول حاجة بتبقى عند البستيريا الفرونتانيل البستيريا الفرونتانيل فهو هنا قال ان واحد ده كان عنده سنة وبيقول لك الدكتور لاحظ open on البستيريا الفرونتانيل بيسألك بيقول لك at what age does it close if a child develops normally يقول المفوض نية في البدايات الأكسابة الفرونتانيل فبتكون مفروض عند الثلاث شهور كده ان انت تبدأ تقفل ها خلاص وبعد كده بتخش على ايه على قد شوية برضو اضافات لحد مهتم بانه يضيف اسئلة متوقعة يعني طيب السلسلك acid بوكس ده لما كنا بنقول ان الاسد السلسلك acid الاسد السلسلك acid ناس بحطة الاسد دي لانه عندنا السلسلك فعندنا acid السلسلك حبيبنا وعندنا السلسلك لوحده فالاسد السلسلك اللي هو الاسبرين بتاعنا والfunction زي ما احنا عاد في احنا بناخد الاسبرين اللي هو anti-inflammatory ومسكن analgetic وكده فالanti-inflammatory بتاعه او التسكين بتاعه بيسكن الاعراض صح؟ لو انت عندك برد او كده وعندك بكتيريا فانت بتاخد مثلا شوية بارستامول او كده بتخفف الاعراض لكن ما بتقتلش البكتيريا فلو حاجة بتخفف الاعراض بتسميها symptomatic بتخفف symptoms بتسميها symptomatic لكن هل هي هل هي عالجة المرض مش هي العلاق مش هي الانتيبيوتك نفسه اللي هي عالجة المرض هي بس تشتغل على symptomatic على تخفيض درجة الحرارة هكذا فلو سميها symptomatic كذلك الاسيت السلسلك acid بيكون anti-blatelet مش بس بتاخده عشان استضاعه كده لا anti-blatelet كمان وبيمنع اللي بلاتelet aggregation او تجامهر اللي بلاتelet زي ما عرفنا ويقلنا ميكانزم بتاعته حتى احنا يسا قايلين من شوية ان الاسيت السلسلك acid كان تبع الانتي anti-inflammatory drugs فبيشتغل زي وزي الديكلوفينك كده على كوكس برضو ماشي فالاسيت السلسلك acid تبع الانتي inflammatory drugs اللي بيوقفوا كوكس واحد وكوكس اثنين لكن طبعا بيتميز عن بقية الانتي انه بيكون انه بيكون طيب ف acid السلسلك acid استخدمنا عشان نقل الفيفر بنقول ساعت هنكون سمتماتيك ثربي وشوية حاجات تبع استخدام الجلطات الانتي coagulance زي ما عرفنا تكوين الجلطة من بليت لتو كل فبتعرف بقى كل واحدة بتعمل ايه والأدوية اللي بتشتغل على كل جزء من أنواع الجلطة طيب الانتي هستامين سؤال مباشر جدا وسهل الانتي هستامين بنقول ان احنا عايزين نوقف إفراز الهستامين يأما بنوقف السيل نفسها اللي بتفرز الهستامين اللي هي المست بالأدوية ديت يأما بنشتغل على الرسبتور بتاع الهستامين وسعدها بنقول عندنا H1 وعندنا H2 في H1 رسبتور معنا الأدوية ديت H2 معنا الأدوية ديت وزي ما قلنا لورة مش بتخليك تنام أما بسألة الهتش رسبتور فبنكون مع الفاموتدين والرانتدين الفاموتدين والرانتدين ماشي اللي هي إيه رانتو ألصر الله راحت فينا كتة حلوة طيف فبنقول بنقول بقى ساعتها هو هنا في السؤال قال إنه دا كان عنده ألصر وإحنا عارفين إن الهتش بلوكر دول بيعالقوا الألصر فهو كان عنده الألصر ألف سلام عليه بيقول لك بريسكرايب إيه حاجة بتعمل بلوك والهستامين والهستامين بلوكر زي إحنا بيعالقوا الألصر فتدي الواحد منهم اللي هو الفاموتدين أو الرانتدين كل واحد طبعا بيجي في الأسئلة فيا ريت تعود واللي مش زاكر أو محتاج يأكد على الحاجات دي يأكد عليها كل الحاجات اللي هي بتمنع خروج الهستامين طبعا تعريف أساسا إحنا هنا في السؤال سؤال ترمينولوجي الهيماتومة ما هي إلا cavity filled with blood cavity filled with blood ده تعريف الهيماتومة تمام زي ما إحنا شايفين كنا ده بيكون الهيماتومة قال لك cavity filled with blood خطص هيماتومة ماشي وفكرة السؤال قال لك إن الأوتوبسي دية الرجل مات والراجل كان عنده أخذوا العينة لأن عنده أنيوريزم ماشي زي قلنا عنده أنيوريزم وزي ما عرفنا فكرة الأنيوريزم بقى إن بيكون في تمدد كده ديليتيشن ماشي التمدد كده في الأوعياء حين بيكون الضغط مرتفع جدا فالفصل ما بتقدرش تستحمل فبتعمل لك حتة أنيوريزم كده نتيجة للضغط الشديد على الجدار الأوعياء الدموية والأنيوريزم دي بتتفجر وبعد كده قال لك round cavity in diameter filled with with blood فخلاص التعريف والحاجة المقابلة للتعريف اللي هي الhydroxy apetite الhydroxy apetite ده بيشكل largest portion of enamel 70% شف النامل اللي هي أقوى حاجة أقوى حاجة موجودة في جسم الإنسان اللي هي النامل هي الhydroxy apetite ده بيشكل 70% تمام إحنا عرفنا حتة الفلورابetite دي الحتة الجميلة ده الpositive aspect بتاع الفلورين الفلورين بيتحول بيكون الفلورابetite والفلورابetite بتحمينا من التسوز فهو هنا بيسألك بيقولك what type of apetite makes up the largest portion of mineralized component in human teeth of mineralized component of human teeth فطبعا إحنا مع الhydroxy apetite الhydroxy apetite تمام ليه حطينا فيتامين K هنا خلينا نشوف السؤال على فيتامين K عارفين طبعا فيتامين K هو بيمنع النزيف فهو هذا كان prevent bleeding خلاص فيتامين K اللي بيمنع النزيف خلاص عشان الراجل ده حصل عنده نزيف أثناء ما كان بيخير السنة الدينتست recommended a patient a drug عشان يوقف النزيف بتقول الفيكا زول ونذكركم أن الفيكا زول أو فيتامين K جاء مرة بالاسم ده وجاء مرة الواحد بالاسم ده فلازم نعرف أنه فيكا وأنه هو مين هو فيكا وهو مين في نفس الوقت طيب بالنسبة للفيتامين C دخلنا فيتامين وراء فيتامين فيتامين C زي وزي فيتامين K هم الاثنين بيمنعوا النزيف في ميكانزم معينة فأنا أسألك سؤال وإنت جاء مهم لوجود لو حصل مشكلة في الكلاجين الكلاجين تشه ده وقت اللي بيمسك اللاسة كده وبيديها القوام بتاعها والقوة بتاعتها لو حصل مشكلة في الكلاجين هي حسن نزيف صح ولا مش صح طبعا صح هو اللي بيعمل النزيف طبعا يبقى الفيتامين سي الفيتامين سي زي ما عرفنا دلوقتي وهنراجع انه هو بيعمل الكولاجين بيعمل الكولاجين الفكرة بقى في مسألة الفيتامين ك الفيتامين ك نفس السؤال الفيتامين ك بيعمل لنا صح فلو حصل مشكلة في مسألة وما عملناش يحصل نزيف فكل واحد بيؤدي لنفس الشيء اللي بالميكانزم بتاعته وطبعا بيكون ده لي الكاركتريستيك بتاعته ده لي الكاركتريستيك بتاعته في فيتامين سي بتلاقي البليدنج في الغالب في اللسة أو في الجمس فيتامين ك بتلاقيها في مسألة البال الجلطات ماشي طيب طيب هنا الهيدرو surely الهيدروكسيليشن للهيدروكسيليشن أو برولين ليزين بتاعة الكولوجين نعم عمل ناشى الهيدروكسيليشن للبرولين والليزين لازم يتأكد على كل كلمة في السطر دوت فبالتالي مش هنعمل الكلاش كذلك من فنكشن تانية اني فيتامين سي بنحب عشان هو بيكون مسؤول عن امتصاص الحديد فنقص في الحديد معناها أنيميا ودوت هو اللي بيساعد الابزوربشن اف ايرون فيتامين سي دوت بيساعد الابزوربشن اف ايرون طيب نيجي مسألة الديفشنسي لو ما عندناش مسألة لو ما عندناش السطر الاول هيحصل عندنا سكار في اللي هي مسألة الكولاجين اللي احنا مش عارفنا نعمل هيدروكسيليشن والكلام ده كله فبالتالي حصلنا بليدينج جم بلص سابيكيوتانيس هيموريج او زي ما هو قال بيتي كي اي وكذلك ايرون ديفشن سي انيميا ويه بنقول النوت اللي قلناها ان مسألة الفيتامين كي ديفشن سي كان also cause bleeding but different reasons اللي هي مسألة اللي كلوتينج فاكتر ديسوردوس تمام السابليمنت طبعا ascorbic acid والروتين واحد ascorbic acid هو فيتامين سي والروتين ده بيساعد increase the vitamin c absorption فانت بتديله vitamin c وبتديله حاجة تساعد على امتصاص vitamin c اللي هو الروتين ماشي؟ فده السابليمنت لو واحد عنده نقص vitamin c بتديله الاتنين دول مع بعض ودي فكرة الكولوجين بالنسبة vitamin c why vitamin c is important لاني قلنا ان vitamin c شايفين ده الكولوجين لسه طالع طازة هوت من السيلز ده هوت الكولوجين بعد ما يقابل المرحلة دي شايفين بدي يحصل عنده hydroxyl group hydroxyl group hydroxyl group اللي هي الhydroxylation فno vitamin c no hydroxylation defected الكولوجين واسم المرض طبعا مهم جدا الاسكارفي اسم المرض لولاسكارفي كده خلصنا من vitamin c طبعا vitamin c بيكمل وبيكون محتاج بعد ما بيعمل hydroxylation هنا بيكون محتاج يعمل oxidation تمام؟ فنفس الفكرة no lysele oxidase no crosslinking فبيحصل defect في الكولوجين طبعا اول ما يقول لك في السؤال على طول مشكلة في الكروس لينكينج بتاعة الكولوجين بنقول على طول اني في مشكلة في lysele oxidase بيكونك مشكلة في lysele oxidase بتلاقيها موجودة تحت في الإجابة على طول بتختار طيب طبعا الفانكشن بتاعت قال لك هنا اني كان hereditary disease carrying sear و قال لك في mitochondrial destruction can be observed يعني قال لك ان احنا ضمرنا mitochondria ايه اللي هيتضمر وهيتأزة لو انت ضمرت mitochondria طبعا mitochondria هي مسؤنة بتعمل ATP synthesis زي ما عرفنا function ATP synthesis والhistology بتاعتها وان هي inherited from only son from من من mothers only ماشي فدايمن كلنا بنياخد mitochondria بتاعتنا من الوم محدش في العالم بياخد mitochondria بتاعته من الأب ودا disease بتاع mitochondria طيب بالنسبة للكباسيتي احنا عرفنا قبل كده الinspiratory reserve volume capacity امتى بنستخدمه دوت لما اسألت deep inspiration طب ايه هي المصص اللي بتعمل deep inspiration هما دول فرقلك ان احنا استخدمنا المصص دول بتعرف ان احنا deep inspiration فهنستخدم انه volume بنستخدم الinspiratory reserve volume اللي هو دوت الinspiratory reserve volume طيب العكس بقى الvital capacity امتى هتستخدمها مع deep expiration الvital capacity مع deep expiration طبعا ايه هي المص ايه هي المص اللي تستخدمها في deep expiration اللي هي abdominal muscle والinternal intercostal muscle خلاص طبعا اللي تنندو يلقى عليهم سؤال ان احنا بنستخدمهم في deep inspiration فعشان كده بتختار الinspiratory resolve لكن اعرف برضو ديات ممكن اهم حاجة اعرف ديات لو انت هنحدد حاجة فطبعا بنعرف ان هي اللي تستخدم في deep expiration طيب زي ايه زي واحد بينفخ بلونة وهبا بينفخ على اخر ما عنده خصوصا البلونة الطويلة ديات تفاكرينها كان نفس الواحد يطقطع ولا يعرف ينفخ فهنا بيقولك لا يمكن الله فهنا بيقولك انت مش عايز الويتال كباسيتي دي كانت عايزة مرتاح كده فهنا فيه هنا فهو قالك ان اللي الاتشايلد asked you to blow a balloon as much as you can انفخ البلونة as much as you can كمان في نفس واحد في فأكيد لو انت هتطلع كل لنفسك deep expiration فبتطلع كل ده شايف ده كل هيطلع كده ال vital capacity تمام ال vital كباسي ده كل كده هيطلع برا ماشي فمع ال deep مع ال deep expiration انت هتطلع كل ده برا خلاص خلاص ويرس بيراتوري وليوم اعرفناها بيكون زايد في اسناء ال physical activity بيكون ناقص اكيد 100% اسناء الابنية طيب دي الاسئلة اللي مرغبت من مسألت ال volume capacity والحاجات ديت نلاقي عليها برضو بناء على الافكار شرحنا الفكرة هتلاقيها سهلة جدا ما فيش حاجة جاني فيها طيب كل متظلم صح هنا مسألة الانسبيرات اجريتر بيكتوراليس مصل تمام يبقى الانسبيراتوري لزرف لاني دي المصل اللي مستخدمها في الفورست الفورست انسبيرات او ديب ديب انسبيرات تمام طيب طبعا الطنق وعرفنا كل جزء من الطنق بليل انرفيشن ايه وفي فيديو هتلاقي فيه سكشن نضاف يعني على الموقع هتلاقي موجود فيه ايه للحاجات اللي زي تجميعت التنق والحاجات اللي هي متجمعة فهتلاقي برضو فيديو بمتخصص كده في مسألة الطنق والاجزاء بتاعته لكن اساسا ما فيهاش حاجة خالص يعني مش محتاج شرح اساسا الموتور معدوات الانتيور معدوات البستير معدوات والانتيور معدوات سواء بقى سنسيشن معدوات تيست معدوات طيب الانتي انجين او الانتي انجين هو لكن ده كان عنده انجين بكتراليس ماشي تمام يسألك هتديره انتي انجين هو عنده انجين بكتراليس what group needs another what another انتي انجين دراجس بس تمام وهي زي ما عرفنا ايه هي الانجين اساسا دي الفكرة في الانجين و ادوية الانجين كل واحد من دول قالي سؤال والميكانزم بتاعة التريتمنت ان احنا بنعمل بيزو ضايلاتيشن مور بلد هيوصل للقلب مور اكسجن هيوصل للقلب مور اتي بي هيكون موجود تمام فبالتالي هتعالج الانجين الصيد افكت بتاع الانجين نحنا مسألة المت هيموغلوبينيميا المت هيموغلوبينيميا نحنا عندنا ايرون بيتحول بدل ما يكون نفرس بيكون فرك تمام فساعتها بيحصل السينوس افا احيان بيقولك في السؤال ان احنا استخدمنا نايتريت ما هي نايتريت نايترو غليسرين مونو نايتريت هما الادواء دي بنسميها نايترو نايترو فنسميها نايتريت فيقولك في السؤال ان كان في نايتريت توكسيسيتي بتختار في الاجابة مت هيموغلوبينيميا تمام ودي فكرة الدواء التاني قالك احنا عندنا او راجل دا كان عنده coronary artery disease و administered anti-angina وقالك الميكانزم بتاعت anti-angina ان هي مسألة cyclic gmp بتختار الدواء مش حطيلك اي حاجة تانية مع angina iso zorbit هو حطيلك ودي فكرة مسألة ال nitroglycerin ان هو بيجي هنا وبعدين في الاخر خالص بيشتغل على cyclic gmp دوت فبيشتغل على cyclic gmp فبيعمل مسألة relaxation of smooth muscles فيحصل dilatation more oxygen more ATP تمام السيتوجينك test السيتوجينك test ده بنستخدمه لما بيكون في كروموزوم abnormality يعني ايه كروموزوم زياد كروموزوم ناقص وهكذا فده التست اللي بتستخدمه مثل اللي انت بيستخدمها يعرفنا زي بقى في السؤال ان فيه كروموزوم abnormality قالك النواة method allows the doctor to rule out كروموزوم abnormality ايه المثود اللي الدكتور هيستخدمها عشان يستبعد وجود اي abnormality اي تشوهات في الكروموزوم فبتقول الصيتوجينيك تست ماشي او الصيتوجينيك مثل تمام الصيتوجينيك مثل التست بقى تحديدا من سميل كاريو طايب فالتنين دول واحد ما بيفروش عن بعض حاجة الاتنين دول زي بعض بالزبط فهو هنا قالك ان فيه مشكلة في الكروموزوم abnormality عشان كده اختار كاريو طايب ازاي عرفت علاك دياجنوز دياجنوز فبيسألك بقى احنا عزينا نعمل الدياجنوز بتختار الكاريو طايب ف نفس الكلام بدأ ما حطتلك كاريو طايب حطتلك الصيتوجينيك ايه الصيتوجينيك تمام ففكرين البوكس ده اللي مري معنا كروموزوم abnormality احيانا بتكون في الاوتوزوم واحيانا بتكون في السيكس كروموزوم فبتستخدم الصيتوجينيك او الكاريو طايب to detect any chromosomal defects ده التست ده اقصد المثود وده التست بتاع المثود ماشي وهي فكلة اساسا ان بيكون في كروموزوم abnormality وعدد زايد وعدد ناقص ان مفروض انقسام الميوزي الاب يدي 23 كروموزوم والام يدي 23 كروموزوم فبيكون في ثبات في عدد الكروموزومات ده الطبيعي ده عدد ثابت كروموزوم مفروض الاب يدي عدد ثابت من الكروموزوم النمبر في عملية الميوزي او الانقسام الميوزي لو الانقسام الميوزي عند الاب زود رقم او قل الرقم هيحصل بقى مسألة الكروموزوم الميوزي يبدأ بقى ساعتها تعمل السيتوشينيك تست او بالنسبة للمراضين دول الويلسون ديزيز الحاجة اللي بتوصل الكبر ما بتكونش موجودة تمام ففي ويلسون ديزيز ما عندناش السيريروبلازمين اللي بيوصل الكبر فلو ما عندكش السيريروبلازمين اللي بيوصل معدن الكبر في الجسم جبه ساعتها الكبر ده وتيبدأ يتراكم ويعمل لك مشاكل فقادي اسم المرض وقادي البروتين اللي ناقص اللي هو السيريروبلازمين اللي مفهوض انه هو كبر عشان يوصل لك معدن الكبر طيب يبقى ده معدن الكبر معدن بقى الحديد الحديد مفهوض دوته واللي يوصله اللي هو ده ايرون ترانسبورتر تمام فلو مش موجود الحديد هيبدأ يا تراكم لان الحاجة اللي بتوصله مش موجودة فهيبدأ نلاقي فيه فوكل اكيوميليشن الفوكل دي الفوكل اكيوميليشن بنسميه هيمو سيدروسز هيمو سيدروسز تمام اه فبيقولك في السؤال والله الراجل ده مش عندنا المعدن بتاع بتختار ديات في الإجابة اه اسم المرة بتختاره في الإجابة او بتقول اني ساعتها الايرون هيحصل لو تراكم لاني انت ما عندكش الحاجة اللي بتوصل حاجة كزا كل واحد ونميز بالعقل طبعا هنا مسألت بقى ايه الدلالة على وجود الايرون ان فيه دينس and brown color طبعا احنا كلنا عارفين ان الايرون ده هو اللي بيدي اللون حتى الانيميا اللي ما بيكونش فيها ايرون بنقول ان الانيميا دي بنسميها حتى هيبوكروميك انايميا يعني من غير من غير لون انايميا كده من غير لون لاني ما فيهاش ايرون فزيادة الايرون بتقدي الى زيادة اللون dense brown color فده لون الايرون وهنا قال لك الحاجة اللي هتحصل لما الايرون لك بقى واللون كمان لونها بدأ ياخد الصبغة بتاعت الايرون ماشي فحتة دي فتحت لك الابواب مع الهيمو مع الهيمو تمام وخلي بالك انه حطط لك هيمو كروماتوس مغلس عليك جامد جدا وحطط لك فانت خليك مع الحاجة الصغيرة دي الايرون ديفيشنسي تمام الا يعني طيب اه هنا بس بسألك الايرون بس بتختار الترانس فرن حتى كلمة فرن اساسا يعني ايرون صح اما ده مع الايه مع الكابر وده فكرة كابر بسيطة بتاعة الكابر حتى اقل لك اسم المرض طيب هنا بنعرف ان البروتين لما بيحصل لها دايجيسشن بتكون في البثوي بتاعي يعني التريبتوفان فالتريبتوفان ده بيكون امينو اصد وبنعمله التنقية لما جسمك خلاص اخذ اللي محتاج وبعد كده خلاص بيبدأ يعمل ديتوكسيفيكيشن للامينو اصد اللي موجود في الجسم فبنقول للتريبتوفان الجسم بيعمل ايه is detoxified by normal flora into indole فالتريبتوفان او البروتين او الامينو اصد بنقول انها بتتحول لمسألة الاندول فانت تسميها اندول اندكيوريا لو راح بتعني في اليوريا اندكيوريا ماشي لو هي بقى بنتكلم على مسألة وجودها في اليورين او الاندكان بقى لكن لو في اليوريا بتقول اندكيوريا فالnormal flora بتحولهم في large intestine normal flora بتحول التريبتوفان الى اندول في large intestine anyway انت لما بتشوف ان في اندول بتعرف ان انت نعم سأل التنقية البروتين او detoxification of protein او beautification of protein ماشي تمام الفكرة الاندول ده الاندول ده لو ما تحول لاندوكسل يعني هنا هو اتحول من التريبتوفان بقى اندول تمام عن طريق الاندول لو ما تحولش انه يكون اندوكسل هنا يعني الاندول ده مفهول يتحول يكون اندوكسل لو ما تحولش انه يكون اندوكسل الاندول ده بيروح الدماغ وبيعمل مشاكل يبقى ايدي تاني حاجة ان الاندول ده انت عرفت هو الدبات انه من البروتين مسألة تنقية البروتين فتاني حاجة اعرف لو الاندول ده تراكم هيبدأ يروح الدماغ مش يقعد ساكت يعني فيعمل حاجة اسمها الانسفالوباثي لانه هيروح الدماغ فيعمل حاجة يعني هنا النورمال انه الحمد لا تحول بقى اندوكسل هنا بقى انه ما تحولش قادر اندول يفضل مكمل في البلد يروح على فيعمل ماشي تمام فالدسوردر بقى اني بنقول اندول بتساوي انسفالوباثي حاجة عاملة زي ايه كده بتفكر ايه الحاجة اللي بتروح برضو على بتعمل مشكلة في لو مش عملتها ايه كذلك بتخاف انها تروح اللي بس قلت الامونيا صح بالضبط مسئلت الامونيا فدي نفس فكرة الاندول برضو زي الامونيا كده بيروح على اللي بيعمل طيب هو ايه اقل لك اند كان يعني بقول لك اني كان عنده مشكلة في المعدة اه بيبدأ اقول لك ان احنا مش عارفين نعمل الحوار بتاع الحوار large intestine ده نعمل detoxification للاندول ونحول الاندول الاندوكسل وحاجات دي او مسألة اللي بتحصل في large intestine فبيقول لك كان ان في acute abdominal pain قال لك وجود الاندكان خليك مباشرة تروح على البروتين خلاص وجود الاندكان دللك على وجود البروتين فبتكمل بيقول لك لقينها زايدة جدا وبقول لك what can be estimated لو انت لقيت الاندكان ده زايد بتقول مسألة البروتين بيوريتيفكيشن ريت ان دي ماشي مسألة البروتين بيوريتيفكيشن بيوريتيفكيشن مسألة تنقية البروتين طيب نفس الفكرة قال لك مشاكل برضو بروتين فود فبتعرف مضاشرة ان احنا مع الاندول وهتقرأ السؤال هتلاقي نفس الفكرة مش عارفين نعمل بروتين بيوريتيفكيشن أو بروتين انتوكسيسي هنا برضو نفس الكلام بروتين عما يلعب لك بقى اندكانوريا اللي هي برضو اندول اندكان اندول اندكان نفس الفكرة ويلاحط لك التريبتوفين بنفسه بقى في السؤال وقال لك ان احنا منقوز نعمل بيوريتيفكيشن بتقول ايه هو الامينو زي ما عرفنا اللي هو التريبتوفين فالتريبتوفين منور معنا بصراحة في المنهج اولا ازياب تتخلص منه ثانيا ازياب تستخدمه فاحنا نستخدمه في الحاجات ديات ويبنا تخلص منه في الحاجات ديات المهم لو ننسيت كل حاجة ما بتنساش اني مع البروتين وطبعا يبا انت كده عرفت مسألة الديتوكسيفيكيشن ومسألة التريبتوفين والحاجات اللي بتعملها اللي احنا عارفنا طيب وقادينا حطيناهم زي ما احنا عارفين في الجدول بتاع الانديكياتور لما الهارت بيحصل وده مش اللي بيحصل بيزيد في الدم بلين يحصل لده مش اللي بيزيد في الدم وهكذا اللي بلوتين بيوتريفكيشن فبتلاقي الحاجات دي كلها من ضمن الانديكياتور يعني اللي بتستخدمها تمام طيب ده برضو مسألة في مسألة البريفينج ماشي ففي البريفينج بنقول اني بيكون عندنا الراجد ده كان عنده سيربرو كراني لتروما كان فيه تروما وتحددلك مسألة النمط يعني ايه النمط يعني احيانا بيكون عندنا يعني احيانا بتلاقي شوية أناط في التنفس بتكون بيوتريفكي شايف التنفس عامل ازاي احنا نتكلم عن بيتوت الاغونال الابنيا خالص ففي شوية أناط كده بنستخدمها اللي طالع نازل طالع نازل وقادي هو الابنوستيك ماشي الابنوستيك باترن الابنوستيك باترن بتعرف ان ليه وصف ولما بتشوف الوصف في السؤال بتختاره ماشي احنا عموما هنا ازاي بنحدد مسألة الابنوستيك الابنوستيك السؤال القديم اللي قبل كده كنا بنقول فيه ان هو ايه تنفس شهيق زايد جدا جدا وبعدين ايه شورت اكسبيريش فبتلاقي فيه برولونج انسبيريش يعني بتاخد النفس بتاخد نفس بديه وقت وقت زايد اما بيكون شورت فساعدها على طول بتروح ناحية الابنوستيك تمام تمام هنا بقى بقى ايه قالك يعني فيه شد في نفس الفكرة تمام نفس الفكرة فخلاص اعرفت ايه هو اللي التنفس فيه كده الشهيق بيطول فيه فهو مسألة الابنوستيك ماشي مسألة الابنوستيك برضو هتلاقيها موجودة في المراجعة وكده فدي كل الانماط الكوزمال الحيات دي كلها اللي جت هتفتح هتلاقي هتلاقي كل الانواع تمام احنا مر معنا مرة فاتت صح وانا نستخدمه مع المورفن مع ادي الاضافة اللي هما اضفوها السنة دي مسألة الابنوستيك تمام فالجدول ده برضو هتلاقي مجمع كل الحاجات دي لو حد محتاج لجاحها مسلا تمام جبه معناها انس بيريشن طيب هنا في البرسبيتيشن لاين البرسبيتيشن لاين اضفناها او لا اضفناها اه انيوي اه والله يكتروا راح اضبطوها في هنا اه شكلنا اه اه الرينك برسبيتيشن هنا والبرسبيتيشن هنا اعتقد هو موجود لكن دخل تحت كده فاحنا مش شايف في المهم اني انت بتعرف البرسبيتيشن من سؤال زي السؤال اللي موجود قدامك دوت علشان الالكترولايت تمام وده اكتر شيء قد تجدو يؤدي الى الاجابة في السؤال دوت ان حتة الالكترولايت اه مع البرسبيتيشن ري اكشن اه في السؤال يعني ماشي لان بقية الحاجات مسألت الانتجل مع الانتيباضي لما تقرأ السؤال اتلاقي في altege مع انتيباضي اه اق BR09 اه اق BR09 احنا مال اه بعد اه هنا صح بس مش كملت تمام فهي اهم شيء هنا اني مسألة الايه الالكترولايت مسألة الالكترولايت بالزبط ما هي بقى الحاجات البرسبيتيشن انا كاتبهم تحت يبقى ده البرسبيتيشن كمعلومة عامة بتعرف ان هي حتة الالكترولايت وهضفها معهم وكذلك بقى الحاجة اللي احنا عارفينها قبل كده ان البلاج بيكون رينج الديفتيريا بتكون برسبيتيشن مش رينج او جل فدول الاتنين برسبيتيشن اللي احنا عارفينهم نضيف بس على فكرة البرسبيتيشن هنا مسألة الالكترولايت مع البرسبيتيشن الالكترولايت طيب الهيربس احنا عرفنا ان الراجل هرب بايه بالسايكل هيربس يعني هرب هرب بايه بالسايكل معاشي تسؤال مباشر واساسا الهيربس كلها موجودة هنا بالانواع بتاعتها بالدزيز اللي كل نوع بيعملوا خلاص والدراج بتاع الهيربس الضغار التمبورال اريا تمبورالس حطلكش حتى النوع في التمبورالس ماشي والأوريكل هيجي يقول لك الهيربس وحنا عرفين الهير تبع الأوريكل نفس الشي خلاص فانت بتروح ساعتها مع الأوريكل طيب في فكرة المنراليزيشن والدي منراليزيشن البناء والهدم في شوية حاجات بتبني بتعمل منراليزيشن عادة همات الحاجات الكالسيتونين بيبني الكراين فوسفيت بيبني فيتامين دي بيبني استيوبلاست بتبني فكل الحاجات دول مرتبطة مع فكرة المنراليزيشن أو الكالسيفيكيشن الحاجات العكسية بقى دي منراليزيشن تمشي ريزوربشن يمشي نفس المعنى دي كالسيفيكيشن تمشي فكل حاجات دي انت بتلاقيها في السؤال يعني بتدللك على الهدم فالباراثيرويد هرمون بيهدم أسد فوسفيتاز عكسه ألكالين حتى الأسد كده حاجة مدمرة وحشة استيوكلاست كيلز استيوكلاست كيلز استيوبلاست بيلدز يعني وفيتامين دي هتلاقيه راشق في المحيتين لكن طبعا لو هتكلم على الاستخدام المباشر السطحي هنكون احنا مع فكرة المنراليزيشن فيتامين دي بيبني لو جسمك نسبة الكالسيوم اللي فيه كويسة بيهدم لو نسبة الكالسيوم اللي في الدم والليلة خلاص فلو نسبة الكالسيوم اللي في الدم والليلة بيساعد الباراثيرويد هرمون يعني فيتامين دي بيساعد الباراثيرويد هرمون لو نسبة الكالسيوم والليلة طيب خلاص وقال لك بقى osteoporosis يعني هي شاشة في الأزام فإحنا هنا آسف إحنا هنا في الاستيوكلاست هنا هادم يعني الهادم تكسر العضل فعرفنا طبعا إحنا مع الاستيوكلاست وكلمة كلاست أساسا بشكل عام تعني هادم كلمة بلاست بتعني بناء خلاص فحتى لو قال لك فيبرو بلاست يعني بناء الفايبر استيوكلاست يعني بناء العضل وهكذا ماشي يعني هنا وسأل جاب الفايبر جاب excessive growth of connective tissue fibers فإحنا مع الفايبرو بلاست تمام السيفالس وعرفنا إن السيفالس من دون الحاجات اللي بتعملها هي حتة اللوكو ديرما تمام اللوكو ديرما وتقريبا دي من الحاجات اللي احنا حطناها قبل 21 صح اللوكو ديرما ويجي على سؤال برضو فبنعرف إن السيفالس مع اللوكو ديرما احنا عرفنا مراحل السيفالس صح بناجي عليها وردو تاني كل واحد كده يأكد عليها كويس جدا كل لين من دول ولازم يكون مطبوع في الزكرة المونوجينيك دي أنواع من الديزيزز سنجل جين بيحصل له خلاص سنجل جين يعني مثلا الدي إني إيه بدل الثايمين هتلاقيت تبدلت أجامع كامها مثلا المسلا جوانين فحصل تبديل في الدي إني إيه خلاص فدي بتكون مونو يعني حاجة واحدة بس سنجل كده حاجة سنجل تغيرت أما الحاجات ديت بالهايبرتنشن مثلا مجموعة من العوامل ممكن تؤدي أن الراجل ده يحصل عنده هايبرتنشن مجموعة من العوامل في الهريدتري يعني القلب زاد ممكن يحصل هايبرتنشن الفيسلز حصل فيها دستور ده ممكن يحصل هايبرتنشن وهكذا فده إحنا عارفينه مرض point mutation كده بيحصل فكرينا السؤال دوت مثلا لما كنا نتكلم عن الهيموفيليا وقلنا أن الهيموفيليا أنواع وقلنا أنه هو هنا حدد لك قال لك إيه أني maternal grand maternal يعني من الأوم فأنت بدما قالك maternal grand فاظر عنده هيموفيليا فأنت طرفت أن الموضوع مرتبط بالأوم فعشان كده اخترت حتة six linked وطبعا recessive وطبعا recessive لأن كل أنواع الهيموفيليا أساسا recessive كل أنواع الهيموفيليا recessive طبعا بنعرف مهمة جدا تعرف أنه هيموفيليا A رقم 8 هيموفيليا B رقم 9 بس ما تخشش في اللي بالتاحة يعني فهيموفيليا A رقم 8 وهيموفيليا B رقم 9 خلاص وسؤال ده واتسؤال genetics واضح أن maternal grand father يعني الجد من الحلو وده السؤال اللي يستمعد ده أقلنا لقلنا مرتبط طيب هنا رح رح نحية الدنت رح نحية الدنت بقوة فعشان كده اخترنا ديب تسوس ديب لان احنا فيه دنت ندي التواقق الداخلية تسوس ديب فعشان كده اخترت ديب كاريس شوف قال لك destruction of enamel فوق بعدين دخل لك على dint enamel junction دخل لك على junction وبعدين دخل بعد dint tubules داخل نازل كده ومكمل قال لك كمان dint tubules are wide filled with microbial odontoplastic process are dystrophic necrosis foci of dint دمر لك dint فعرفت ان احنا عرفت ان احنا مع ديب كاريس تمام ديب كاريس طيب الحاجة الوحيدة اللي ممكن انها يعني ممكن واحد مسألة الميديان مسألة الميديان ممكن انها الميديان طبعا بيروح على dint لكن سؤال الميديان هنجيبه مع تجميعة الاسنان فسؤال الميديان هتلاقيه بيقولك ان التلاتة ليه رزوضحين فده بيكون حاجة تابعة الميديان خلاص طيب هنا سوبر فشل ليه هنا انه هو في الانامل في الانامل destruction اناامل تاني اناامل تاني فكل الفكرة في الانامل برة خالص ما لاخننش في dint نزبوط فكده طبعا سوبر فشل طيب ادي فكرة السودي طبعا تكررت ان هي هي اساس انتاج او خلينا من تحت ان دول هما اساس المشاكل هما اللي بيعون مشاكل وبيعمل inflammation فانت ممكن توقفهم من الوديو خالص انك تمنع الكارتونيك اسد من طريق الكورتيزول او بعد مرحلة تكوين الكارتونيك اسد انت تمنع الكوكس واحد والكوكس اثنين فعندك بقى الادوية بتاعتنا اللي احنا عارفينها دي اللي هي كوكس واحد واثنين وكوكس اثنين بس الاسبرين ممكن تحط لكن هو تبعهم كل تبع زي وزي زي وحنا بيقولك ويبيقولك وز فور اللون جدا عنده تجلطات ويبيقولك عميني الدول السلسلسل السلسل ما احنا من شوية لسه فين الاسد السلسل السلسل السل بيعمل انتي بيمنع اللي بليتلت اجريجيشن بيمنع تكون الجاطات ف بي بتعرف بقى بيقولك الميكانيزم زي 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 اخواته اللي هما النون سيليكتف بيوقفوا تكوين البروستاجلندين شايفين ادي البروستاجلندين هنا واد الادوال اللي بتوقف الكوكس هتمنع تكوين البروستاجلندين اللي تحت تمام فدي الادوية دي الادوية اللي بتشتغل على انها بتوقف الخطوة دي طيب الصوت واضح في حد عنده مشكلة تمام هو هنا بس الفكرة ان السلسيك اسد ديت تمام دي بس ال ايه ال ال بتاعته انه بيمنع البروستاجلندين طيب وكذلك هوت معاهم تاني ال بتاعت ال طيب مسألت او ادويات التخدير الكين اي حاجة كين بتعرف انها مخدرة ماشي الميكانيزمو اكشن بتاعتهم ادوية التخدير دي هي بتبلوك الميمبرين ايونيك صوديوم ميمبرين ايونيك صوديوم بتكون موجودة عن ميمبرين خلاص فهي ادوية الكين دي بتوقف الصوديوم اللي موجودة على الميمبرين فالصوديوم مش يدخل جوه فاحنا عرفين الصوديوم هو المسؤول عن ايه عن ال دي فالتاني مش هيحصل خالص والادوية بنقول انه مروا معنا بالنسبة الكروك النوفي كين اساسا بيعمل حساسية كتيرة فمعرفش بيستخدموه يعني لكن مشكلة اللي دو كين انه بيعمل خلاص مهم هما دول ادوية الكين هما دول ادوية التخدير الموضعي فقالك local anesthetics are used in dental practice بنستخدمهم كطباء اثنان يعني بيسألك هما بيوقفوا ايه الصوديوم channels الصوديوم channels ابعد عن الكالسيوم والبوتاسيوم والكل رائد وحاجة دي كلها ودي الاسئلة التانية المرتبطة بادوية التخدير ادي نفس الفكرة بتقول صوديوم عيون سلكت channel block صوديوم ion سلكت channel block ماشي ركز عشان تلاقي في صوديوم تحت هي صوديوم ايون موضوع بسيط يعني الها بل صد بمبو مش عالف ايه ام هنا مسألت ال side effect بتاع اللايدوكين اللايدوكين اي نعم ما ايش كويس لكن مشكلته انه بيعمل ايه cardiovascular insufficiency بيعمل heart 1100 فاستخدموه في التخدير في dental وكده لكن الpatient developed فبتعرف او متلاقي مشكلة في القلب وكنا بنتكلم عالتخدير بتعرف نحن مع اللايدوكين هنا بيتكلم عن وقال لك ان الراقي ده tested for يعني عنده حساسية من بيسألك ونقوله ان يديله ايه بيسألك خلاص اديله اللايدوكين طيب كذلك هنا قالك اني كان في نوفوكين انستيجيا وحصل الالرشي بولك الالرشي اللي حصل دي بقى 10 منتس ليتر هو بس كان بيلر هايبوتين اي جي اي اي طيب بان هايبوتين سنستيفتي مع الاي مع الاي جي اي 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 الالرشي وشوف فكرة السؤال بسيطة خارج سألك ان ادوية التخدير اللي النوفوكين والليدوكين وشعرف الكين كين بيقلل البان sensitivity عن طيق الناو يوقف الصوديوم and potassium ions from premitting membrane of nerve fibers بيسألك ساتش ميكانزم تقول هي membrane هي membrane ionic channels تمام طيب بيقول لك لو البلط الجلوكوز كان هبه عشرة هنلاقي ايه لو تجاوز العشرة في الدم هنالفينهم من تلاتة لنص لخمسة ونص من تلاتة لتلاتة لخمسة وخمسة لكن هو طبعا الرنجات ديات فيها اختلفات فهنا قالك انه عدى العشرة معناها ان هي لو انت عديت العشرة هتلاقي الجلوكوز راشئ في اليورين خلاص والاختبارات التانية دي حاجة تانية بعيدة خالص يعني ولو نفتكر اني الجلوكوز رينال ثريشولد الجلوكوز رينال ثريشولد كانت عشرة فلو انت تجاوزت العشرة الباقي دوت هينزل في اليورين تمام فاكدين مثلا السؤال دوت لما قالك هيبرجليسيميا واللي باده راح فين في التسعتاشر تجاوز العشرة اللي بقى تجاوز فقالك الرداجة ده بادى يحصل عنده جلوكوزوريا فبالتالي بيسألك ايه هي الميكانيزم اللي بادى يحصل عنده جلوكوزوريا فقاله ماشي لان احنا عارفين ان الجلوكوز ده لما زيه زيه اي حاجة في الدم قريمة بتروح وتعدي عالكيدني وبعده كده كد نتعمل لها فلترايشان وبعده كده بتعدي فين اللي ا sensit polygon صح انا قلنا ده تعدى على مع السلامة في اليوري فلما الجلوكوز بيعدي مفهود بيجي هنا في ويحصل له يرجع تاني للجسم لكن طبعا لو انت عديت العشرة فمش هيلاحق فمش هيلاحق يعمل ري أبزور بشان الجلوكوز يرجعه لك تاني الجسم فتلاقي الجلوكوز ميكمل معاك لتاحت ودي بتيجي في أفكار في الأسئلة يقول لك والله الراجل ده عنده جلوكوز زايد في اليورين وبيقوم جيم يديك حتة والراجل ده بص انا بقول لك هو هو مش عنده دايبيتز ولا حاجة يقول لك جلوكوز الطوليرنس بتاعه زي الفل فبيسألك يقول لك هو ليه نسبة الجلوكوز زايدة في اليورين عنده مع ان نسبة الجلوكوز في الدم كويسة وزي الفل ليه نسبة الجلوكوز برضو موجودة في اليورين بتقول عشان اليورين ساعتها ما بتعملش re-absorption للجوروكوس ما بتعملش re-absorption للجوروكوس لو ترجعش الجوروكوس للجسم بتعني بس فالمشكلة ساعتها بتكون في الكيدني ما بيعملش re-absorption طيب في ساعتها بتسميها دينالضايبيتز يعني طيب الفكرة في الانيميا وعرفنا مسألت ان احنا محتاجين المسلسل ده كله ان يحصل الانترينزيك فاكتور يساعد ال-B12 ويعمل لنا DNA ويعرفنا انواع الانيميا والسيناريو بتاعها فهو هنا زي ما احنا عارفين في الانيميا ان الانيولو سايت اولا بتكون مباشرة على النوع دوات من انواع الانيميا اللي هو ال-iron deficiency anemia ال-iron deficiency anemia خلاص زي ما عرفنا من انواع الانيميا او النوع ال-hypoblastic بنسميه hypoblastic microcytic iron deficiency وتلاقي معايا طبعا ال-annulocyte ماشي طيب سؤال 99 بيسألك بيقولك اني كان حصل decrease في systematic blood pressure ليه؟ قالك كان فيه acute blood loss خسر دم عمل حدثة الحاجة بحصل drop في blood pressure بيقولك this situation can be stabilized with the intensification of certain hormone طبعا عرفنا اني هنعمل stabilization ونرجع ضغط بتاع الدم للنورمال عن طريق هذا ال-hormone اللي هو هرمون ال-renin خلاص فوقت happens when kidney since low blood pressure بتعمل كدني لما بتلاقي فيه low blood pressure بالضبط هي نفسها microcytic hypoplastic نفس الاسم يعني طيب هي هتلاقي كل حاجة موجودة هنا و خلينا اضفلكوا عليها فكرة اللي يعني فيه نوع ثالث هنا مفوض ان احنا نضيف نوع ثالث هتلاقوه مضاف يعني لما تيجوا تذكروا هتلاقوه مضاف فالنوع الثالث ان هي بيكون مسألة الليبروتوبورفين مسألة الليبروتوبورفين بيكون الليبروتوبورفين مش عارف يشبك مع الايرون فبالتالي هنعمل هيم مش هنعمل هيم فلما بيناق ان الليبروتوبورفين مش شابك مع الايرون بنسميها بكده ثلاثة sidroplastic anemia sidroplastic anemia هتلاقي ايه اللي بيحصل فيها هتلاقي بيقولك في السؤال ان الايرون حصل له اكيوميليشن ليه لانه مش عارف يشبك مع البروتوبورفين فهتلاقي السؤال بتاعه مضاف في الفايل تعرفه برضو فكرته بسيطة يعني ان failure of iron to assimilate انه يتجمع مع البروتوبورفين فبالتالي leads to يؤدي الى iron اكيوميليشن تراكم الايرون لانه مش لاي البروتوبورفين اللي بيمسك فيه خلاص فهضيف الفكرة دي في الفايل برضو طبعا قلنا ايه اللي بيحصل لما اكدني بتسين سلو بلاد بريشهر بتفرز الرنين الرنين يأكتف الانجي تنسنتو والانجي تنسنتو يعمل حاجتين اول حاجة بيعمل فيرفع الضغط تاني حاجة بيأكتف الالوسترون والالوسترون يجيب لك ميا ومالح وكده فمية موجودة في الدم فوليوم زايد برضو هيرفع الضغط ويهي بنسميه طبعا الرنين انجي تنسنت الالوسترون سيستيم تمام وده اللي بيحصل بقى لما كدني بتفكر بتفكر ان البلد ارتفع لما بيكون فيه اثروسكتروسيز ان البلد خفض اسف لما بيكون فيه اثروسكتروسيز جاية هنا فمديق الدم فكدني ويوصلهاش دم فبتفكر ان فيه هايبوتينشن في الجسم هو في الاساس مفيش هايبوتينشن ده بس شوية رينال آرثري ستينوسيز فتيجي تفكر بقى الماكولا دينسل اللي موجودة في الكدني تفكر ان فيه بتسنس ان فيه لوب بلد بلشها فتبدأ تفرز الرنين او تأكتف في فراز الرنين فيحصل بقى ان اثروسكتروسيز ان لس لس بلد سبلايت وزا كدني لما بيكون فيه أثروسكتروسيز في الكدني فكدني بتفكر ان فيه هايبوتينشن فكدني بتعمل لك نفس السيناريو انها بترفع لك الضغط طبعا انت مش مستاهل للراجل اساسا عنده تصلب في الشرعين آه تمام آه الفاكرة في السؤال ده وقت سهلة ان مفروض بيكون الرايت آتريا دية الليفت آتريا ودية الرايت آتريا بيكون بينهم فرامن اسمه الفرامن أوفالي بيكون بينهم فرامن اسمه الفرامن أوفالي ماشي المفروض ان الفرامن أوفالي اللي يمسكه اللي يلتحم مفروض هو عند الجنين موجود طبيعي عند الجنين لكن الجنين ما ينفعش تولد به مفروض انه بقى بيلتحم الفرامن أوفالي اللي بيمسك بين الرايت آتريا والليفت آتريا الفتحة اللي بينهم اللي اتنين مفوضناها تلتحم اللي هي الفرامين أوفالي فبيقولك ان الفرامين أوفالي لو ما لتحمتش يعني قالك examination of a shell detected a patent foramen أوفالي يعني في مشكلة في الفرامين أوفالي ما لتحمتش فساعتها بيسألك بيقولك where is this foramen located بتقوله between left and right atria between right atria يمين والشمال خلاص طبعا الصورة هنا مش على الفرامين أوفالي الصورة هنا على اللي هي مش فتحة بين right وال left atria لأ ده فتحة بين الأورطة وبين pulmonary artery زي هنا عسان جابلك السؤال بتعمل ductus arteriosus فبتقول الله دي فتحة بين pulmonary trunk وبين الأورطة خلاص موضوع سهل يعني نفس الفكرة في السؤال هنا بس صيغة مختلفة قالك non union يعني ما قفلناش ايه ما قفلناش الفرامين أوفالي بيسألك where is the heart where in the heart is this anatomical structure بتقوله inter-atrial septum between الأتria inter-atrial يعني between الأتria فالحاجز اللي هو between الأتria هو السبب هنا قالك بوتالوس duct الاسم الثاني لـ ductus arteriosus فبتقول إنه هو نفس الكلام between pulmonary and aortic our trees ماشي؟ طيب الفكرة هنا في أسئلة client filter إن إحنا إحنا جبنا البوكس الخاطئ يا رب دا يكون الصح تمنى ده مزوط خلينا في البوكس ده بنقول إيه هو البار بادي البار بادي ما هو إلا extra x يعني لو عندي واحد بار بادي عندي واحد extra x البنت مثلا البنت عندها اتنين x فعندها واحد extra x فالبنت في الطبيعي الاكسرا x ده بيتحول بيكون بار بادي خلينا نسميها بار بادي خلاص؟ فإيه هو البار بادي extra x النورمال في ميل بيكون عندها extra x ولا أطبعا هي بيكون عندها اتنين x فواحد من الاتنين x دول بيتحول بيكون بار بادي حين بار بادي بيسموه drumstick طبعا يعني فالبار بادي ما هو إلا extra x كراموزوم لو عندي خمسة بار بادي معناها أننا عندي ستة x كراموزوم لأنه هما الاكسترا دايما الاكسترا فنورمال وومان has one bar body بالزبط صح؟ طيب no bar body معناها ايه؟ معناها أنه مرض في الحالة دي معناها أنه مرض في الحالة دي معناها أننا ما عنديش extra x يعني عندي x واحد بس فالنورمال فالno bar body في الفيميل معناه أننا ما عنديش x فمعناها عندي x واحدة في الفيميل فده اللي هو طبعا ايه؟ تيرنر صح؟ إننا لو no bar body معناها أننا تيرنر ده في الفيميل طبعا two bar bodies يعني مش عندي هنا ما كانش فيه خالص لا هنا فيه two extra x فكده سوبر وومان سوبر وومان مزبوط طبعا الbar body في المان هل أصلا المان مفهول يكون عنده extra x؟ لا هي x واحدة مفهول المان أساسا ما كنتي عنده extra x فلو المان فيه extra x أعرفت أن أنت معك line filter ماشي؟ طيب ما يجي للسؤال السؤال هنا بيتكلم قال أن الراجل ده ولد تمام؟ وقال لك contain drum stick shape six chromatin يعني شيل الكلمة دي كده وحطي مكانها contain one bar body drum stick هو الbar body فcontain drum stick shape six chromatin فبتعرف آه يبا هو ميل وعنده extra x فعرفت عنه ميل كده اللي هو ايه؟ اللي هو client filter اللي هو كده مفهول أصلا يكون الطبيعي x y client filter بيكون عنده extra x فالextra x ده بيتحول بيكون bar body لشان كده بتلاقي contain drum stick drum stick chromatin خلاص طبعا اي ورد مفهول ما يكونش عنده اي bar body لكن البنت طبيعي يكون عندها bar body اللي طبيعي عندها extra x بالعكس لو ما عنداش bar body معناها ان هي x zero ففي حالها تكون turner لو عندها 2 bar body معناها انها 2 extra x فمعناها انها تكون super woman طيب اا اا ناخد ناخدها على 3 مرات ولا على مرتين لو على مرتين نكمل لحد العشرين كده العشرة او خمستاشر وبعدين ما رأيكم any suggestions ناخد على 3 كويس تمام خلص ان شاء الله ناخد 3 صغيرين كده short cuts 3 break في 5 ولا حاجة ماشي يعني مغنية كده واحدة ونكمل بعدها نعم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نعم هم اشتша اشت quad می ه اشتركوا فيกา اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة